صباح الخيه وصباح النور عليكو وحشتوني يبدان بقى دي كتير ما صورتش حاجة بصراحة كنت مشغولة جدا بس حبيت النهاردة بقى اوريكو الجاكت بتاع الاطفال ده عارفة انه عجبكو على الفيسبوك الكومنس تاعتكو كانت ايجابية جدا الحقيقة خلينا نخش في الموضوع على طول المقاس ده مقاس سنة ونص طبعا انت كل بيبي ليه وزن او ليه باسم مختلف عن التاني بس انا الحقيقة البيبي اللي اشتغلت له ده مقاسه صغونا هو مقاس سنة ونص او بس يعني تقريبا عشرة كيلو او اتناشر فده عمتا المقاس ده يلبس عشرة او اتناشر انا هقول لكو طبعا احنا بنشتغل بعدد سلاسل قبدئي سلاسل البداية هو ده السدر المربع تمام طبعا لسه بس ما تفنش فيه شوية حاجات شوية خيوط كده واحتمال نركب سوست او لأ بان انا بفكر اعمله تحت بلوفر بنفس الالوان يكون عشان يبقى توينز يبقى قطعتين الحقيقة نبتالي هيبقى احلى كتير عايزة اوريكو الخيوط اللي اشتغلت بيها الجاكت ده او البلوفر ده وهنشتغل مع بعض تعالوا بقى اوريكو انواع الخيوط اللي اشتغلت بيها البلوفر ده انا مراضي هشتغلها بخيط اللي هو القرطوبة اللي هو تمام اه يعني تغيير هعمل لون تاني تمام واليارن اند برضو كلاسيك تاني خيوط نعمة جدا بس اللي عايزة اوريه لكو بجد كان بالنسبة لي يعني اه لقطة جدا جدا كان الخيط ده انا جبت اصلا خيوط كتير ممكن نبقى نعمل ريديو عنها بس عامة حابة اوريكو ده الاول الخيط ده خيوط اه بارس اللي هي الستوك شايفانها دي اه نعمة جدا جدا اكتر حاجة شفتها حلوة للبيدي على فكرة دي اللي انا شغلت اه اشتغلت منها البلوفر ده الالوان اللي انا اشتغلتها اهي تمام اللون الجري اهو ده واللون اللابن البيبي اللي هو الفاتح اللي على تركوز شوية في منه درجات على فكرة حلوة قوي في منه ابيض وبينك كمان وفيه البيج ابيض وبينك والبيج حلوين قوي مع بعض اه برضو نعمين جدا تمام اه على فكرة لندن وبارس اللي اتنين زي بعض هما ما فيش اي فرق اه خيوط نعمة قوي 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 نعمة جدا جدا مريحة جدا لبشرك البيبي تنفع صيف او شتا اه تقدري تشتغل منها طبعا البلوفر ده انا ده اللي اشتغلت بيه اصلا ونقدر نشتغل بخيوط كورتوبة ده فخلينا نشتغل ونبدأ مع بعض نشتغل بالخيوط بتاعتنا اللي هعمل بيها ده اه مش هنسى ان انا هنزلكوا الفيديو بتاع البلوفر المقفول اه اللي هيبقى تحت الجاكت ده اه هنعمل هنعمل بلوفر لده وده هنشوف هنعمل معا ايه بس ده الخيوط دي انا هشتغلها زي ده بالظبط مانا يعجبكم ان شاء الله تمام ويلا نبدأ مع بعض اه طيب خلينا نقول حاجة نوضح حاجة مع بعض انا عايز اقول لكم احنا هنحتاج ماركرز اه هنا انا هشتغل بابرام اس اربعة اش عارفة لي مش زابط هنعمل اه هني ازبط الابراء بس الابرة دي مقاس اربعة اه الابرة اللي انا اشتغلت بيها المرة اللي فاتت كانت مقاس خمسة تمام مقاس خمسة انا كنت شغالة اه تلاتة واربعين اه اه غرزة او تلاتة واربعين اه سلسلة اشتغلت عليها اه اه اشتغلت بالمقاس خمسة ده تلاتة واربعين سلسلة تمام الخيط ده انا هشتغل زي ما قلنا بابرة تانية نقاس اربعة دي فهشتغلها اه تلاتة وخمسين سلسلة هتتقسم ازاي هقولك هتتقسم ازاي دلوقتي خدني بس ازبط الاضاءة اه تمام كده طيب اه ادخيط بس عشان ابيض ممكن يبقى مش مش واضح اوي وانلاقيه شوف كده نعم تمام اوكي واريكي هنشتغلها ازاي هنشتغلها زي ما هقولك هام دلوقتي انا هعمل تلاتة وخمسين سلسلة زي السلسلتين بتوع البداية اللي هو انا بحصل دايما بعمل كده بقول سلسلتين وباخد الخيط وبدخل في التالتة تمام هم دول السلسلتين دول فانا هشتغل تلاتة وخمسين سلسلة ونرجع مع بعض نكمل ولا مزبطك الاضاءة احسن من كده كمي اه طيب احنا كده اشتغلنا العدد متاعنا التلاتة وخمسين سلسلة زي الاتين يعني خمسة وخمسين اه الافضل طبعا زي ما انتم شايفين انا اصحاب الخيط ازاي اسحابه من جوه تمام اسهل كتير جدا طيب هناعمل ايه بقى دلوقتي احنا خلصنا اعملنا السلسلة هبتدي احط الماركرز عشان اعرف انا بتحرك فين احط الماركرز بقى ازاي منك حاجة طيب انا كده ركبت الماركرز في الاماكن المحددة المحددة بمعنى بقى انا دول بالزبط 11 سلسلة في اتنين منهم اللي هما هيبقوا بتوع البداية نجدعو بيهم يعني هيبقوا تسعة وحط الماركر في رقم تسعة اعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وحط الماركر في منهم اتنين مش محسوبين فيعتبر تسعة فانا عايزة في الاخر يبقى عندي كمان تسعة اديهم متأكدي اهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة صغيرة دي اهي تمانية تسعة تسعة الهي دي طيب وهنا هلاقيها كام هلاقي هنا دي حداشر وهلاقي اللي في النص خمستاشر ودي حداشر يبقى بنمشي كالاية تسعة حداشر سبعتاشر حداشر تسعة تمام ده المقاس اللي هيطلع لنا نفس مقاس الجاكت ده تقريبا بس كده بس هنا انا اشتغلت بقى عداد مختلفة لان الابرة كانت مختلفة بس كده الكمة اهو اللي فاكل لها هلاقيها مضمدة تمام كده ده مقاس اه زي ما قلنا لسنة ونص اه هناعمل ايه بقى هعد اول سلسلتين من الاول انا هاخد الخيط على الابرة اهو هتبقى احسن شوارتان هاخد الخيط على الابرة ادي السلسلة واحد اتنين هدخل اه واحد اتنين هدخل في التالتة خط الخيط على الابرة هدخل في التالتة كده اه وهامل اه بصي بقى الغرزة ترجعلك الغرزة اللي انا اشتغلت بيها الجاكت ده كانت غرزة حشو تمام بفكر المرة دي نشتغلها آآ نص عمود يلا نشتغلها غرزة غرزة نص عمود اتنين تلاتة انا الحقيقة ما بحب الشكل غرزة العمود في الفواتح آآ نص عمود والحشو بحسهم في لبس البيبي افضل وشكلهم بيبقى الشيك واحسن هي طبعا ازواء يعني لو حابت اشتغليها بعمود مفيش مشكلة خلاص ممكن تزبط معكي وبقى شكله لطيف تمام انا بشتغل نص عمود زي ما انتشايفين جده هطلع منهم كلهم خبخي وادخل هنا واطلع منهم كلهم ابا واخدى بيجي من عدلة السلسلة بس نفضلكم طيب هجي هنا هعمل ايه؟ هعمل تلات غرز من اللي انا بشتغل بيه فانا هعمل تلات غرز من النص عمود ادي واحد اتنين تلاتة طيب هعمل ايه؟ هشير الماركر وهحطه بقى في في هنا مكان ده نص مصو في الغرزة اللي في النص مش انا عملت تلاتة هطلت هنا لان دي هتبقى بعد كده معي هي اللي بتقسم لي هي دي هي دي تمام؟ طيب اشتغل عادي بقي السطر كده واول ما وصل عند ماركر بعمل ايه؟ بشيله وبحطه في الغرزة اللي في النص التلتة انا اول مرة اشتغل بخيط كورتوبة على فكرة اللي هو البيبي ده هو حلو ونعم بس انا حساه بيفتل كده بس حلو على فكرة جدا ونعم قوي للبيبي فعلا يعني خيوة دي كلها توركي طبعا انا يعني بحاول اخذ لي وقت الفيديو مختصر بس لقيت نفسي بعد يعني في فيديوهات كنت في خطوات لقيتك وبتقول انها عدت فانا بحاول اشتغل بالتفصيل انا هعمل عند الماركر ده المرة دي وانتو خلاص عرفت الباقي هتكمله عشان بس نكسب وقته ده هيبقى تاني راوند لان اول راوند كان السلسلة ده تاني راوند شايفين غرزة النص عمود شكلها حلو ازاي حلو قوي هي والحشو بجدد بس هي طبعا ما تنجزش زي العمود طب انا وصلت عند الغرزة دي عملت واحدة اعمل نص عمود تاني قبل اعمل التالت عشان ما تلغبطش لو بتتلغبطي في المكان نشيري الماركر وحطيه اوكي واشتغلي بقى كملي ونعمل الغرزة التبتل وهكذا الحد ايه خلق السطر تمام؟ واتأكد دايما من الاعداد هنا انا انا مسلا اعملت اه تسعة وكان الماركر في الغرزة التسعة بقى انا عارف ان انا قبله تمانية اتأكد عملت ثمان غرز نص عمود ولا لأ هخلص السطر ونرجع نشوفها طيب كده انا عملت اول سطر اهو بصيبها دا ايه اخد الشكل ازاي دول اللي هما الجنبين بتقوا على السدر وهي دي الكتفين وهي دي الظهر اهو دموا كده طيب هطلع ازاي سطر انا بعد هرتفع اهو سلسلتين ساقومي كده اقول لك شكل سلسلتين هيطلع حلو ولا لأ ولا هتبقى بقى انا اختفع سلسلة واحدة احلى شكلها هيبقى احلى ومش هتبقى عمل الكالكعل عالجنب دي تماما اختفع سلسلة واحدة اهو كده اتنين واحدة كده سلسلة واحدة اهو اهو ارتفعت سلسلة واحدة اهو اهو وهشتغل فين بقى خليها سلسلتين كده كده الخيط رفاية مميشي اوكي سلسلتين نشيها سلسلتين هاخد الخيط وهدخل فين بقى باول هولزة لان انا مش بحسب الارتفاع معايا خالص دي هولزة اهو تاني اهو تاني سلسلة واحدة دالتة كل غرزة هشتغلها كل سلسلة هشتغل فيها سلسلة واحدة بس واول ما هيجي عند الماركر مش كده الخيط ده انه بيفت الفن بس الوينه بصراحة يعني هيلة كان فيه الوان من الخيط الابيض ده متداخل فيها الوان تانية كانت بصراحة يعني درجاتها تحفق مرحلة تحفق مرحلة مرحلة لان اين يجي هنا الغرزة اللي فيها ماركر هنعمل فيها ايه? هنشتغل فيها تلاتة برضو. ايدي اول واحدة. ايدي تاني واحدة وهاشتغلها وهشيل الماركر وحطها مكانها عشان ما تلخبطش. لو شايفها بعينك خلاص. بتطلخبطي اه اتعاني بالماركر احسن. اهي اتنورز اهي. الماركر هيخلي شغلة مزبوط جدا. اشتغل التالتة والاخيرة. هنا. تمام? وبعدين اشتغل غرز عادية برضو. نصف عمود في الجاي كله. تمام كده. هوصل هنا عند الماركر. هعمل اه تلات غرز اللي نشغل عليهم اللي هما نصف عمود. خلص السطر ونرجع تنيني نشوف هنعمل اللي بعد قوي. طيب كده عملنا السطر التاني. تمام? آآ هنرتفع بقى آآ سلسلتين عشان نعمل السطر التالت. وهنبدأ نشغلين بنفس الطريقة. هنشتغل بنفس الطريقة لحدة احداشر سطر. هنعد احداشر سطر. شغلين فيهم بنفس الطريقة. وبعدين نرجع عشان نعمل الوصلة بتاعة الاكمام او اللي هي حردة الكم. خلين خلص الحداشر سطر ونرجع نشوف هنعمل. آآ حب بس اوريكم حاجة. حب بقى اوريكم هاية السطر تبقفل ازاي عشان محدش يقول ان العدد بيزيد ليه معايا او العدد بيقى دي جيه. بقى قدل بس القضاء شوية. تمام. آآ في دايما السلسلة بتاعة الارتفاع انا ماليش دعوة بيها. انا كده اخر غرزة عندي هي دي. دي وفي واحدة كمان اهي. يا بس انا شايفاها عندي هنا طبعا. هتفع سلسلتين. نلف القضاء بتاعتنا. ولما نبدأ سطر جديد ندخل في الغرزة اول واحدة. مش هفول دي وادخل في اللي بعدها لاني مش بعتبر دي غرزة. دي مجرد الارتفاع بس. هدخل كده. وهتلع كده. تمام? لكن لما كنت بخلص السطر اللي قبله ما بشتغلش الارتفاع خالص. فانا بطلعها من الحسبة ولا بشتغلها في اخر السطر ولا بعتبرها غرزة في اول السطر. تمام كده? فبشتغل في الغرزة اللي اللي ينبهع اللي هي بتاعتها على طول اهي. هي مش اتنين في بعض هي واحدة بس. وهكزا بكمل السطور. احنا قلنا نشتغل تسعة. ونشوف تسعة هتبقى تسع سطور آآ من اللون ده وسطرين هعملهم باللون الجديد. فيبقى توتل حداشر سطر. انا هنا اشتغلت آآ عمود. سورة معلش. انا اشتغل نص عمود زي ما اتفع. تمام كده? قلت بس اوريكو ده عشان ما ننساش اهي. شايفين فين? اهي. دي بداية السطر واخر السطر ما بشتغلش الارتفاع خالص. بس خلينا نكمل ونرجع تاني. ده هيبقى الشكل بتاعي. اوكي? نخلصها ونرجع مع بعض بعد بعد السطر التاسع عشان هبتدي ادخل اللون الاصفل ده. هو نفس لون النقاط اللي هنا على فكرة. اجعلكو تاني. انا هنقل دلوقتي على اللون التاني. فقبل ما هقفر الغرزة الاخيرة دي هعمل حاجة. اضبط بس الادقة. هعمل اول. اه بقى معي التلات خيوط على الابرق اهو بتاعت النص عمود. تمام? اه هسحب من الخيط الجديد. وهقفل اخر غرزة بالخيط الجديد ده. اللون ده. طانيين. هعمل اه اه هطلع سلسلة. هطلع سلسلة تانية. والخيل ده هاخده معايا هنا عشان هشتغل عليه عشان يتبيره في الشهر يدخل جوه. هعمل ايه بقى? هعمل غرز نص عموك في اول غرز عمالناها. بص الخيط فعلا ليفتل معايا ازاي? مش مشكلة. خيط على السلسلة اهو. هاعدين منهم. انا هشتغل نص عموك بقى خلاص. السطرين اللي جايين نص عموك. انا كده بدلت اللون. اول ما يختفي اللون الاصفر تحت الابيض هبقى انا كده خفيت الخيط قويس والشغل بتاعي بمضيف. ما فيوش اي مشكلة. هكمل السطر دي الاخر. وهرتفع وكمل سطر كمان فيبقوا سطرين باللون الاصفر. وهنرجع تاني نشوف بعد السطرين دول هنعمل ايه? انا خلصت هنا كده العدد تسعة سطور من الابيض. اتنين كمان بواحدة عصر. هنكمل رجع تاني وبعد. كده احنا خلصنا السطرين الاصفر اللي هو السادة ده. تمام? شايفين كده? خلصنا السطرين. انا متفصلش الخيط الابيض لان المسافة صغيرة جدا. فانا برجع اعمل كده على طول من الضغر. واشتغل بالخيط الابيض تاني عايدي بدا. واشتغل بالخيط الاصفر. انا متفصل بس الخيط الاصفر. انا متفصل. تمام? وصلته هنا. من الاصفر هو اللي انا بفصله لاني بامشي ابيض كتير. فانا بفصل بس الاصفر وبخلي الابيض نكمل معنا لاخرد الاشعر. هسحب الابيض. كده انا طلعت سلسلتين. لسه ما طلعتش. انا شديت الاصفر خلاص قفلته. تلات سلسلة بالابيض هطلع سلسلة كمان. وانا كده. بدلت اللون. مش شغلة بتاعي دي. خفوش اي مشكلة. هرجع اخد الاصفر ده معي جوه هنا. واشتغل الابيض عليه. ممكن اقصره شوية لو شيخة طويل. ممكن اقصره. عملت هنا سلسلة. هدخل في الغرزة اللي هي اهي. اول غرزة خالص. اهي زي ما بنعمل كل مرة. بس اخد معي الخيط. كده تلات خلوط على ادراقهم. اصحابهم كلهم. بديت بقى اول غرزة. خالتاني وبيدت خلوط في الغرز بقى. اشتغل تاني. اه زي ما كنت شغالة الاول. اشتغل نص عمو. بس هقول لك كلامي. بصي بقى. دلوقتي احنا في السطر ده هنبتدي نفصل الكم. ونشتغل بقى. هنعمل ايه? ايه دي ده افرته اهي. شايفين كده? تمام? فانا هشتغل السطر ده. هشتغل السطر ده. هشتغل السطر ده لحد الماركر الاحمر ده. وهعدي كل ده. هعدي دي كلها بتاعة الكتف. هعديها مش اشتغلها. هو دي كنال دي. خلينا بس نشتغل دي الاول. ما خلصت الخط الاصفر هركنها. هشتغل دي لحد الماركر الاحمر واقول لك هنال دي. اشتغل نص عمو. طيب كده. وصلنا عند الغرزة اللي هي اللي هي بتبقى دايما الكورنر. هشتغل فيها. دايما بشتغل تلات غرز. هشتغل واحدة بس. طيب. وبعدين هشيل الماركر. وهنقل على طول. هتخط الجنب ده كله. هنقل على الماركر اللي بعده. وهدخل في الغرزة دي. هعمل نص عمو. تمام. وصلت نزي هنا. أخذ الخيط على الإبرة أدخل في الغرزة أسحب الخيط وهشد الخيط ويبدأ أول غرزة هنا هكمل بقى على طول في الظهر كده بشتغل في الظهر هكمل الظهر لنفس الغرزة أو لو أنا محتاجة أزود مقاس الكومة أو مقاس الجسم الصدر أو البطن بتاعت الحد لأنا بعمل الشغل ده قاملة شوية عن مقاس الكتف اللي أنا اللي طالع معايا ومحتاجة مساحة يبقى هشتغل سلاسل ما بينهم قبل ما أنقل على الغرزة دي قبل ما أنقل على الغرزة دي وأعمل النص عمود تمام؟ يبقى أنا بشتغل نص عمود هنا وبعدين عدد السلاسل اللي أنا محتاجاه وبعدين بنقل على الناحية التانية نص عمود كميلا لأن أنا الغرزة اللي شغالة بيها نص عمود شايفون كده؟ يبقى دي فتحة الكومة وبعدين ما فيه من أشتغل الظهر تاني كله وهوصل هنا وهكرر ده تاني مع الجنب ده أو الكوم هنا وهتخطي كل ده وبعدين هو هوصل هنا هنشتغلها مع بعض أنا هشتغل دي حد ما نوصل عند الظهر عند الماركر الأزرق ده هوليك تعملها تاني ازاي هبدي توريكو بس بالتفصيل أنا هنا محتاجة قطلة سلسلتين عشان قدي بس يوسع للكومة شوية وهدخل في الغرزة التالتة اللي في النص هنا قبل ما هدخل بس أصحب الخيط لأن أنا بشتغل نص عمود في كل غرزة قبل كل نص عمود باشتغل في نص عمود تمام كده أخلص الظهر تمام كده واضح اكمل الظهر وهرجع هنا تاني هنا وبعدين هوصل هنا وكل ده طبعا أنا ما بشتغلوش ولا هنا ولا هنا برجع اشتغل الوش تاني يلا عشان نشوف مع بعض هنشتغل من السطر ده بالأبيض ده تسعة كميل يعني بشتغل تسعة الاتنين تمام؟ هشتغل وارجع لكثير وصلنا هنا كده خلاص اه وصلنا عند الغرزة اللي هي بتاعت الفورنر هشتغل فيها غرزة نص عمود اهي وبعدين هتخطى الكتف كله واتنين كده باتنين صح؟ وهعمل في كلين ابعدين هدخل هنا قبل ما ادخل هنا اخل الخيت على الابرة إنه يشتغل مصعه وبعدين هدخل هنا في الغرزة ده وهو اسحب خيت كده كده دي اول غرزة كده في الصدر من قدين وبعدين هكلمت بقى هشتغل غرز نص عود وكل نص عود تاني فانا كده بعدي الكمان ما بشتغلهاش ولا هشتغلها دلوقتي غدا ما اجي هاركب فيها الكم او هجي اشتغل فيها الاكمان بتاعة البلوفر ده او السويتر ده انا كده هخلص دول وبعدين هنرتفع ونمشي سطور عادية جدا تسع سطور بس هاجي هنا وهشتغل انا عملت سلسلتين هشتغل حوالين دي غرزتين هوريك ازاي او ما نوصل عندها بس انا هكمل دي وهارتفع وهمشي بالعكس تاني وهاجي هنا هتجعلك اقولك ازاي نعمل خلاص ارجونا نخلص هلنا غرز اهو ههو اشتغل تلاتة مش اتنين عشان المسافة تبقى معقول وخليها دايما رقم فردي عشان هحتاج الغرزة في المرص دي عشان ما يجي ركب الكم طيب هتغل في اول غرزة ايه همشي بقى هتمل السطر بتاعي زي ما انتم شايفين كده تمام هرتفع تسع سطور وبعدين ده طبعا سطر وايدي التاني يبقى باقي سبعة هرتفع السبع سطور اللي باقيين وبعد كده نرجع مع بعض ندخل اللون الاصفر تاني سطرين وبعدين ارجع اشتغل تاني ابيض تسع سطور وبعدين ارجع اشتغل اصفر سطرين لحد ما هوصل للطول بتاع البلوفر المناسب للطفل وبعدين هاجي لكم مع بعض نشوف هنشتغل ازاي الكنار بس انا هشتغله مراتي بطريقة مختلفة عن اللي معمول معنا هنا المراتي يلا نكمل وهقول لكم هنعمل ايه اول ما نوصل للكنار ده اشتغل 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 ا